السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كفتة البرغل المشوية في جهاز التوستر اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة ويكون فيها نسبة دهن اقل من 20% احتاج معهم كباية من البرغل الناعم مهم جدا يكون البرغل عندي ناعم اضيف عليه الاول نص كباية من الماء السخنة وهسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد اما البرغل يتشرب كويس جدا الماء بعد كده هضيف كل المئديرة على اللحمة المفرومة هضيفها عندي البرغل عليهم بصلة كبيرة مبشورة ناعم وعصرها كويس جدا من الماء مع التوابل ملح وفلفل سود وسماء بعد كده هخلط المئدير كلها مع بعض الاول كده قبل ما اضيفها في الكبة واحتاج معهم كمان نص كباية من الماء البردة اثناء الخلط انا عندي كفتة البرغل نفسها او خليط الكفتة من النوع اللي بيبقى تقيل شوية على الكبة فانا هقسم الكمية على نصين علشان ما اضغطش على الكبة هضيف الاول حوالي نص الكمية مع ربع كباية من الماء هخلطها كويس حوالي اربع او خمس دقائق بالكبة لحدا من الماء دير تختلط كويس مع بعض ويبقى الخليطة عندي ناعم جدا نوع كفتة البرغل من النوع التقيل لانا ما نصحش ابدا ان احنا نجربها في كبة الهند بلندر الافضل تكون في كبة الفوت برستسر دا عندي كوام خليط الكفتة هشيل الجزء دا وبعد كده هضيف باقي الكمية مع ربع كباية من الماء وبعد ما تدخلط كويس جدا هضيف عليها باقي الكمية اللي خلطناها في الاول ياخدوا مع بعض كده اللفتين بس في الكبة علشان يندمجوا كويس مع بعض واتأكد ان الماء دير كلها متوزعة بالتساوي دا عندي كوام خليط الكفتة الافضل ان انا حطوها في التلاجئ الاول لمدة ربع ساعة او نص ساعة قبلا ما شكل وهستخدم عصق الشيش في تشكيلها علشان يديلي تجويف وما يخليش الكفتة عندي مكتومة بعد كده هتحس ان هنا كفتة البرغل بتبقى فتحة شوية هي حسب نوع اللحمة المفرومة اللي انت مستخدمها انا مستخدمها عندي اللحمة المفرومة من اللون الفاتح بتفرق بس اللحمة الفاتحة من الغمقه على حسب نوع اللحمة او الدبيحة نفسها بيبقى فيه دبيحة بتلو دايما اللحمة بتاعتها بتبقى افتح شوية من الكندوس وممكن كمان بيفرق نوع العلف اللي كانت بتاكله بيفرق برضو في لون اللحمة او في قطعية اللحمة نفسها دايما القطعية اللي بتبقى جنب العضلات او اللحمة اللي جنب العضلات بيبقى لونه افتح برضو من اللحمة السادة زي اللحمة الرقبة او الكتفة او كده فده عندي اللون الكفتة فاتح شوية علشان اللحمة المفرومة عندي كانت فتح فده عندي الكمية اللي طلعت من النص كيلو من اللحمة المفرومة جهاز التوستر ده جانه سبع في واحد عملنا عنه ريفيو اكتر من وصفة مجمعهم كلهم في قيمة على القناة اللي حابب يرجع له بنسخن الجهاز الاول بنديل الجريل الاول بالزيت وبعد كده بنسخن الجهاز اول ما اللمب الخضرة تنور كده تمام بقى جاهز هبدأ اضيف الصوابع الكفتة ممكن اضيفها طازة او مجمدة انا كنت مجمداها وضيفها في الجهاز على طول وهي مجمدة هسيبها المد التسع دقايق وبعد كده هقلبها الناحية التانية وهسيبها كمان اربع او خمس دقايق هقلبها الناحية التانية انا هنا عشان كنت مزودة نسبة الزيت شوية فعلشان كده خدت لون آآ آآ غامق على طول كل ما تزويدي نسبة الزيت كل ما هتتحمر معاك اكتر هغطيها وهسيبها تاني او هقفل الجهاز تاني وهسيبها لمدة اربع دقايق قصة البرغل بتستوي معايا في حوالي تلاتاشر او وربعتاشر دقيقة بالكتير بتكون استوت وبتبقى جوسي معايا كمان ده كده تمام بعد حوالي اربعتاشر دقيقة كانت خلاص استوت فده عندي وصفة كفتة البرغل في جهاز التستر اتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله اتمنى اتجربوها وترجعوا تقولولي رأيكم في التعليقات مع الف سلام